الثالث جعل الشارع الكريم الأخلاق هدفا من أهداف أركان الإسلام العبادية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر قال تعالى اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة تطهر النفس من الشح والكبر قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم والصيام يعصم المسلم من لغو الحديث قال صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري والحج يربي المسلم على ترك الجدال والأخلاق الرذيلة قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب